من برحر مع هلال مر بفلو البرنامج طيب شو بعمل؟ بعمل قلب يا ما بعمل فيكتوار؟ شو بعمل؟ مرحبا وأهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من من برحر مع هلال مر هالمرة روقع وضعكن وهلق بتعرفوا ليش مثل ليبان ناديل ناسيب نجام مثل قلوب اللي بحبوها ناديل ناسيب نجام من أول دور قدمته بالتمثيل دور لمكرسحة مع مارشلاء تركت بصمي وصارت من مسلسل لمسلسل تنضج وتكبر وتمثل أحلى وأحلى وأحلى وتتحلى وكل مرة تعمل لك جديد وكل مرة تبين بطريقة جديدة وكل مرة تزهلنا أكثر من مرة يلي علقوه أكثر أوكي منهم عجبون سوف يتكون دينة أزويق ولكن إذا بدنا نحكي كاااا Western الممثلة محترفة مبدعة بيخشوا الناس على حياتها الخاصة هيك مثل التصنامي مصورة هي وشخص وغامرته حطوا الفيديو كرميلا ينتقدوها المكسيموم وقدر المستطاع رجعت نشرتي الفيديو وقلتلون انو شو ما تعملوا اذا بتكون شربوا تقشطوني ولادي ما رح تقدروا هيدا خطيبة وعلنانو انا مرة امطلق او حرب حياتي ومزبط معا حق معا حق انتو بمجتمعكن اللي عم تحكموا عليها ما في نسوين مطلقين تحكموا عكل واحد مثلا ما نجح بزواجه الاول يعني خلص بدنا نعظمه بدنا نعلق له المشنقة يما انتو اعداء نجاحة بتغاروا منا مش عارفين كيف تكون تتهجموا عليها بدل ما تزقفوا لانساني ناجحة وهلا عم تعمل سالون زهرة اتنين وكتير حلو سالون زهرة اتنين كتير حلو ومغضو من عساميا الجزائري ومع كل المسلين اللي عم بمسلوا فيه عالقليلة هيك بتدحكنا بتنسينا همومنا بقى انا بقلكم حلو عنا لانا دي النسي بن جيم عالقليلة نا دي النسي بن جيم ما بتشترط بالسيناريو انه هي تكون الاحلى وهي الفداية وهي الاكبر وهي مثلا مسالة دور عشرين عشرين هي كانت ست بتشتغل بالمعلومات قدرت انه توصل لكتير امور مهمة بالتفتيش المعلومات تبعها وبالمهمة اللي قدتها غايرة اوقات بياخد دور بده يكون هو مش بالمعلومات ويكون بيفهم اكتر من المعلومات واكتر من قوى الامن واكتر من الجيش واكتر من مخابرات الجيش هاودي السيناريوات بيرفضوهن المصريين يعني اذا بيمشوا بلبنان بيممثل مستبدة بمصر ما بيمشوا فانا دي النسي بن جامعة القليلة بتحترم السيناريوست بتحترم الكاتي بتحترم المخرج بتحترم اللي بيمثل معه ما بيخلق الامر اذا كانت مختلفة هي وحدا بس مش معناتها انه بتهبج هالحدا وبتحاربه وبتحاربه بتمسك الحرب بسنينه وبتهجم عليه حرة بحياته العائلية هي امه بتهتم بولاده وحرة بكل تصرفاته ومن منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر شوفوا انتو شو بتعملوا قبل ما تحكموا عليها ورؤى هو وضعكم منبر حر هالفقرة بدنا نخصصها للملك لسلطان الطرى بجوجو الصوف شو ما بيغني جوجو الصوف بيغني بطريقة حلوة بيغني بطريقة اداء رائع جوجو الصوف من اول ما بلشت انا بالاذاعة سنة 1983 وبحس قديش عنده محبين وقديش الكبار والصغار بيحبوا ينفسوه طي يوصلولو بس ما حدا قدر عمل يلي قدر عملو ابواتيح جوجو الصوف بمقابلة لقالي قالي هلا انا بهمني اكتر شي الناس العالطريق بهمني هود الناس شو بيفكروا وكيف بيفكروا كان دايما يهمه كيف يرضي الناس ويكون قريبة من الناس اكتر مهمه الشهرة اكتر مهمه المصاري اكتر مهمه كل شي انسان مزاجة اكيد كلنا بنعرف بس فنان عزيم كمان اكيد كلنا بنعرف فنان رائع وفي كمان كلنا بنعرف هلا بيتكلم علي غنيته جديدة غنية مفصلة عقياس جوجو الصوف يعني كأنه زياد برجي اتطلع بجوجو الصوف درسه درسله حياته الغنئية وفصل هالغنية عقياسه والحلو انه زكروا فيها غنية لوردة الجزائرية وغنية لعبد الحليم اي دمعة حزنة لا 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 وكمان مطلع من غنية تانية لوردة الجزائرية تكريما لهالعملة اين بالفن هلا فيه حدا قال لي ايه ما هو عامل متل وقل كفوري وقل كفوري لا ما عامل هيك وقل كفوري كفوري زكر غنية لقلو يعني كرم حاله بحاله بالغنية بينما جوجو الصوف كرم الكبار متل وردة ومتل عبد الحليم توزيع الغنية كتير حلو مؤديها على وصوف يعني على طريقته بالطرب بالاحساس بنبرته لجوجو الصوف يعني ما فيك اذا سمعت دغري اتعرف انه جوجو الصوف واذا سمعت كلمتين منه الا ما دغري تحفظها الا ما هيك ترجع تحن بحكايتي مع الزمان مع وردة وتحن بكل اغنية الا ما ترجع تحن باي دمعة حزن لا لا مع عبد الحليم ولا كل اغنية الا ما ترجع تحن ع اغاني امتل تسوم الغنيهن جوجو الصوف بصوته وحب بيناهن وعشقناه وعشقناه لصوته جوجو الصوف يمكن اكتر من سلطان هو ملك بالطرب وزياد برجي اكتر من مرحن هو ملك بالالحان وامير طعامه اكتر من مؤلف هو ملك بالتقليف برافو وخلينا نزقف لبعضنا نزقف لنجحات بعضنا ونزقف لجوجو الصوف بهالغنية الحلمة سؤال على الهيمش بيسأل هل فعلا هي اللي عم بت ما عم بحوزتها مخدرات منه شلبي او حدا فبركله الموضوع هالانسانة اللي مثلت بطلوع الروح وحكيت عن الحق وحكيت عن اللا تطرف وعن اللا طائفية وعن العيلة وعن كيف حبت ابنه اكيد كانت مقتنعة كتير بالناص اللي عملته سؤال على الهيمش الجواب عندكم انتم من برحر مع هل المر فلو البرنامج طيب شو بعمل بعمل قلب يا ما بعمل ديكتوار شو بعمل